شايفين قطعة الجاتوء الحلوة دي هنعمل منها 15 قطعة حجم وسط بكباية ونص دقيق وشوية إضافات بسيطة موجودة في كل بيت وصفة النهاردة جايلكم بيها توفير التوفير بجد هتنفعك جدا عندك عزومة أو عيد ميلاد أو ضيوف متأكدا إن شاء الله لما تجربوها هتعجبك ومش هتكلفك حاجة يلا بقى نشوف هنعمل ايه بس ياريت نصلي على الرسول أول حاجة هنضيف الخلاط كباية من السكر نص كباية من الكاكاو الخام الغير محلن استخدمت الأسباني بيكون طحفة وعندي كباية من الحليب لازم يكون دافي أول حاجة لازم تشغلي الخلاط كده لمدة دقيقة لحد لما تتأكدي إن السكر داب عشان الصوص يكون ناعم معاكي ما يكونش في أي تخريز بعد كده هدي السرعة وصيب الخلاط شغال وانزلي بكباية إلى ربع من الزيت نوعية كويسة خيط رفيع هتلاحظي إن الصوص بدأ يتقل معاكي ويكون بالقوام الجميل ده أنا عوزي يكون تقيل شوية وهقول لكم ليه كده وإحنا شغالين هعاير مقدار كباية منه واشيلها على جنب اللي باقي منه هضيف عليه ثلاث بضات بدرجة حرارة المطبخ نص معلقة صغيرة من الفانيليا البودر وعندي شعرة ملح ومعلقة صغيرة من الخل وانشغل تاني لمدة دقيقة لحد لما كله يختلط مع بعض هنزل بالخليط الجميل ده في البولة واجيب دقيق متعدد الأغراض أو كيك أعاير أول كباية وانقلها وقال لك ده بالمضرب اليدوي كله في اتجاه واحد عشان الكيك يكون فيه هوا ما يكونش مكتوم معي طبعا الديق هنا بنضيفه على دفعات خلاص اختفى هنزل بقى بنص كباية تاني من الديق مع معلقة كبيرة ممسوحة من البكينجي بودر وانخل حاسيت إن قوام الكيك ودوارد يكون تقيل شوية خففته بحاجة بسيطة من الحليب ما حبيتش أفصل الجزئية دي عشان تبقي عرفة لحد ما نوصل للقوام المتوسط لخفيف ولا تقيل طبعا السمك بتاع الكيك العادي بيكون عالي أو مرتفع لكن هنا بنعمل شطوه أنا عاوزة سمك الكيك يكون رؤية فجبت قالب كبير بطنته بالسمنة أو الزيت ينفع برضو وانزل بالخليط ووزعه كده شغلت الفرن من قابليها بخمس دقيق بس على درجة حرارة 180 خبطتين ثلاثة على رخامة المطبخ هضيفه على الشبكة في الرف الأوسط هيقعد معيك بالضبط تلت ساعة وما تتكيش عليه في التسويش ما نشافش معيك لأن هنا الصمك بتاعه رؤية سقيته بقى بحوالي كباية لربع من الحليب ما تقلقوش هو الكيك هيشرب الحليب كويس جدا جدا وسيبه يهدى وبعد كده أنزل بالصوص الجميل اللي احنا كنا عاملينه عرفته ليه أنا تقلته عشان الصوص كل ما يكون تقيل بيعمل طبقة حلوة كده ويتماسك على وجه الكيك هوزع بقى الصوص الجميل ده طريقته بسيطة وسهلة جدا خبطتين ثلاثة برضو وهدخل الكيك فيه التلاجة يسأع وبعد كده هنقطعه خلاص الكيك سقع معايا وهنبدأ نقطعه ممكن تقطعه مستطيل أو مربع أو سوريه بيكون خطير عم تجعيد ميلاد بقى وحابة توفري ومش عاوزة جيبي جتوهات بالأسعار المبالغ فيها دي ضعفي المقدار هيعمل لك كمية محترمة كوباية ونص دقيق وشوية إضافات بسيطة هتعملي 15 قطعة جتوه عاوز أقول لكم الولاد هيتجننوا علي أي حاجة فيها شوكولاتة الولاد بيحبوها لو حابة تعلي سمك الكيك هتستخدمي أوالب صغيرة بس أنا عاوزكم تجربوا لصمك ده الكيك كده بتبقى مسئية واخد حقها وطرية وطعم الصوص بيكون باين فيها طبعا الشاتو زي ما انتوا عارفين سمك الكيك بيكون أقل من الكيك العادي كمان أنا ما بلغتش أبدا في التزيين يعني كل الروزيتات الكريم شانتي دي أنا عملتها بباكت من السوبر ماركت محلة طفت حبة حليب سائعين وضربتهم بالمضرب وبدأت أعمل روزيتات وعمل تزيين بسيط جدا أي حد يقدر يعمله ومش هيكلفك حاجة وصفة اقتصادية وموفرة وعلى قد إدينا وهتنفعك جدا لو عندك حفلة وإيد ميلاد متأكدة إن شاء الله هتعجبك شايفين الكيك والصوص عامل إزاي طحفة مش من فرو المتماسك وطري طروة غير طبيعية وطعمة بقى لصوص خطير وباين فيه والسكر مزبوط على الشعر عجب الولاد جدا يارب أكون أفتكوا في حلقة النهاردة يالي جربوا وبعتولي إن شاء الله هيعجبكوا اتظروني في حلقات جاية كتير وبي باي